ستون محطة لاستقبال المواطنين في ليبيا والمقيمين بها لأخذ جرعة تطعيم في أكبر مركز طبي الاستعدادات بالمدينة الرياضية جارية لافتتاح هذا المركز الذي جهز بأحدث الإمكانيات التقنية والفنية وبإدارة طواقم طبية وفق الاشتراطات الدولية المعمول بها لأخذ التطعيم لمواجهة خطر فيروس كورونا إنجاز العمل في خمس أيام لنشاء الله لمجموعة محطات 60 محطة دخلات الشغل مع بعضهم لبرنامج التطعيمات مع وصول الكميات من التطعيمات إن شاء الله ببرنامج إن شاء الله يزيد أكثر فيه التوحيد وتوطيد وفي نفس الوقت سيكون فيه اعتماد جرعة تانية وبعد الأيام القادمة بعد جرعة أولى لنبدأ فيها هنا الجهات المسؤولة عن المركز وضعت ضوابط معينة لاستقبال المواطنين والأجانب بإجراء الكشوفات اللازمة قبل أخذ التطعيم تنطرق الفترة الجاية لتطعيم أكبر عدد من الناس في مجتمعنا ليبيا والألية العاملة إننا جميل حالات تتردد على ماكن تطعيمها هنا في المدينة الرياضية فكرة التنظيم إنها هي المواطنة والمقيم المستهدف بالتطعيم يستقبلوا الشباب من برى الملعب يدخل على جهاز لكشف الحرارة في البداية بعدين عندنا جروب يستقبل للتوعية والإرشادات النصائح وبعدين يخش للفلترة وزارة الصحة بتعليمات من حكومة الوحدة الوطنية سارعت لاستكمال هذا المكان والتجهيز لمركز آخر سيتم افتتاحه في مدينة بنغازي لتنطلق أكبر حملة تطعيم في ليبيا تسهم في وقف سرعة انتشار الفيروس اشتركوا في القناة